محارب الصحراء هو اسم الفيلم الضخم اللي بتشارك بإنتاج مجموعة MBC من خلال MBC Studios بالتعاون أكيد مع شركتين الإنتاج العالميتين JB Pictures و AGC Studios بحيث تم رصد مبلغ 140 مليون دولار لإنتاجه وتقديمه بأعلى المستويات العالمية وبشكل يتناسب مع الموضوع اللي بيتكلم عنه الفيلم وهو معركة ذيقار الملحمية من القرن السابع الميلادي والانتهت بأول انتصار العرض على الفرس رغم انهم كانوا بتفوقوا طبعا القبائل العربية في العدد والقوة ومعركة ذيقار بتعتبر واحدة من أبرز المحطات في تاريخ العرب علشان طبعا وقتها القبائل في منطقة شبه الجزيرة العربية كانوا بيعيشوا في حالة صراع دائم بينهم وكان في حواليهم إمبراطوريات ضخمة بتمارس نفوذها عليهم لحد ما داعت هند بنت النعمان بين المنظر لنهود القبائل العربية علشان تتحد مع بعض لمواجهة قسرة ملك الفرس وطبعا انتصروا عليه الفيلم تم تصويره في السعودية في مدينتين نيوم وتبوك شمال المملكة العربية السعودية ومن اخراج البريطاني روبرت وايت مخرج عدد من أبرز الأفلام العالمية مثل The Gambler, Captive, The States وغيرهم وطبعا بيشارك في بطلته نخبة من الممثلين العالميين والعرب منهم أنتوني ماكي بطل فيلم كابتن أمريكا وغسان مسعود اللي هيجسد دور الملك النعمان بين المنظر أما دور هند فهتجسده الممثلة البريطانية السعودية عائشة هارت والممثل البريطاني بين كينجسلي هيقدي دور الشاهل ساساني كايسر وتفاصيل أكثر راح تعرفوه عن الفيلم المنتظر بحلقة يوم الأحد